الناس بتوعز زمن الفن الجميل كان خلقهم دي أحبتين واللي حصل مع نجاة الصغيرة كان أكبر دليل على كده اللي حصل إن نجاة كانت سكنة في عمارة فيها طريق مريم فخر الدين وجوز فنانة من أجمل فنانات الزمن ده وكانت نجاة بتعمل معاه فيلم وكان هو بيوصلها في أوقات متأخرة المهم إن الفنانة دي فهمتها غلط وهب ما استكتها على مدخل العمارة واحدة يمين واحدة شمال والموضوع ما وقفش الغايد هنا لكن اتطور تطورات كبيرة بعد كده يا طرى مين الفنانة دي ومين زوجها وإيه الحكاية بالضبط تابعونا للنهاية نجاة الصغيرة كانت جارة المخرج الكبيرة عز الدين زول فقار طليق الفنانة فاتن حمامة واللي معروف عنه في الوسط الفني كله إنه بيعيش الحب مع بطلات أفلامه وده نفس اللي حصل مع فاتن حمامة قبل ما يتجوزها وفي سنة 1962 كان بيحضر عز الدين زول فقار لفيلم الشموع السوداء اللي كان بطولة صالح سليم ونجاة وفقاد المهندس وبعد البروفات الأولى ووقع عز الدين في غرام نجاة في الوقت ده كان عز الدين زول فقار متجوز من الفنانة كوصر شفي اللي كانت معتزلة تمثيل وتفرغت تماما لرعاية بتها وبنتها ستغيرها دينا وكانت بتغير عليه جدا ومش بتتحمل عينه تزوغ كده ولا كده وكانت وقفاله على الوحدة لأنها عرفة إنه كان عينه زيغة وقلبه ضعيف قدام أي ستة حلوة وخصوصا بطلات أفلامه اللي بيختارهم بنفسه ومعظمهم كان بيعيش معاهم قصص حب أو بيتجوزهم وعشان كده كان دايما بيفردهم حتى على المنتجين نجاة كانت سكنة في نفس العمارة اللي سكن فيها عز الدين زول فقار وكوصر شفيق في شارع حسن صبري في حيز دمالك وكانت هي في الدور الرابع وهم كانوا في الدور التالب وعز الدين زول فقار كان بينتهز الفرصة وبيطلع لنجاة كل شوية بحجة التحضير لمشاهد الفيلم وكانت بترقبوا كوصر شفيق وكل مرة تقول يمكن فعلا بيشتغلوا لحد لما جابت أخرها وقالت تلحق جزها قبل لما يضيع من بين إيديها ويتجوز نجاة وفي يوم تصدفه سوى لما كانت نجاة راجعة وكوصر خرجها تشتري شوية طلبات وما قدرتش كوصر تمسك نفسها لما شافت نجاة ومسكت في خنقها وقلبتها خنائت شوارع صبطة من هنا وقلم هناك ونجاة كانت مش فاهمة حاجة وحسنة إنها بتحلم وطبعا استوت علي وبقت حكاية ولأكنهم في ميدان العتبة لدرجة إن سكان العمارة وكل سكان الزمالك اتلموا عشان يحجزوا بين الفنانتين وبمجرد ما قدروا يحوشوا نجاة من بين إيدي كوصر طلعت وراها على استلم ولحقتها وهي بتفتح باب شقتها ودخلت وراها باست نجاة جريت على قضتها وقفلت عليها وعشان تطلع كوصر غضبها لقيت فاظة غالية قوي كانت بتحبها نجاة فمسكتها رزعتها على الأرض وباقت ميت حتة وهنا انهارت نجاة في البكاء لإن الفاظة دي كانت سمينة فعلا وتمنها في الوقت ده كان فوق الألف جنيه خرجت نجاة من قضتها وفضلت تعيط لحد لما وصل عز الدين زور فقار وأخذ كوصر واعتزل لنجاة ومشي وعدها إنه هيعوضها عن الفاظة بتاعتها واستمر الخصام بين نجاة وكوصر شفيق لحد لما رحلت عن الدنيا وما حدش قدر يصالحهم أبدا ونجاة ما كانتش بتحب تتكلم في الموضوع ده نهائي في النهاية دايما النجوم زمان كان عندهم مواقف طريفة وبعضها كان كوميدي بدرجة ما تتسدقش اكتبوا لنا في التعليقات رأيكم ايه فعلقة كوصر شفيق لنجاة